العراقيين يقولون مايصير احنا نظل يومية هزة رطب ينخلق ويومية ناس تضرب وترمي على ناس واحنا بالوسطية واقعين بيها الامريكان يقصفون مواقع تابعة للحشد الحدود والجماعة يقصفون السفارة لول مطار على اساس قواعد وبها امريكان والنتيجة اللي ماكليها هم ولد الخايبة ليش لان الامريكان من يقصفون مواقع الحدود اللي يرحون بيها هم شباب عراقيين والكاتيوشة اللي المفروض تضرب الامريكان توقع على روس العراقيين وعلى بيوتهم وبكل الاحوال الخسرانين هم الناس الابرياء زين الناس شنو ذنبها ريدفتهم الناس شنو ذنبها يعني وين ينطون وجوهم حتى يخلصون من هاي القصة التعبانة الامريكان وإيران متعاركين وإحنا بالنص لحنا حواجيز ولحنا فصالة إحنا مثل ذاك اللي يدق ويرقص بالعرس وما حد يعرفه منه ومن يسألوه عم انت قراي بالعرس يقولهم لا لعد انت خاف قراي بالعروس يقولهم لا وتالي هيطلع ابن عمت الخياطة اللي خيطت ثوب العروس ودغ عيني دغ ترجمة نانسي قنقر